شهد العام 2022 فتح ملفات فساد كبيرة أبرزها ملف اختفاء أموال الضرائب أو ما سمي بسرقة القرن الحكومة العراقية أعلنت استعادة جزء يسير من الأموال المختفية في هذه العملية ومجموعها ملياران ونصف المليار دولار فيما أعلنت عزمها متابعة ملف مكافحة الفساد بشكل فاعل القضية التي أنا متابعة ومهتم بها في مسألة مكافحة الفساد الإداري والمالي هي استرداد المبالغ هذه أولوية بالنسبة للحكومة في مسألة مكافحة الفساد الإداري والمالي بعض المتهمين بقضايا الفساد والسرقات تم اعتقالهم وفق مذكرات قبض قضائية لكن لم يتم الكشف عن جميع المسؤولين عن قضايا فساد كبرى مثل قضية الأمانات الضريبية ما يبقى التساؤلات مفتوحة حول هوية الجهات المشاركة فيها في حين تمكن جهاز الأمن الوطني من تفكيك شبكة لتهريب النفط الخام في جنوب العراق ضمت مجموعة من الموظفين وعددا من كبار الضباط هل نحن بحاجة إلى الدخول في اتفاقيات دولية جديدة على الرغم أن ننظمنا إلى اتفاقية مكافحة الفساد هل هناك يكون جهد آخر عدى المنظومة القضائية لمتابعة موضوع مكافحة الفساد هذه الأسئلة تثار لا سيما أن المواضيع التي مسكت في هذه السنة كانت مواضيع كبيرة جدا هيئة النزاهة أعلنت أيضا استعادة نحو 200 مليار ونصف المليار دينار إلى خزينة الدولة من شركة كيوكارت للدفع الألكتروني كما أعلنت إحباط عملية سرقة كبيرة لأراضي تابعة للدولة في الموصل في وقت كشفت فيه الهيئة عن حجم الضرر الذي أصاب الخزينة العامة البالغ نحو أربعة تريليونات دينار جراء فساد نافذة بيع العملة سنفتح ملفات أخرى من أهم هذه الملفات التي سنعمل عليها هي التأمينات التقاعدية كل الدولة لديها تأمينات تقاعدية تستقطع من الرواتب الدولة التي نسبتها 10% وكان الرئيس العراق السابق برهم صالح قد أعلن العام الماضي أن أكثر من 150 مليار دولار تم تهريبها إلى خارج العراق في صفقات فساد منذ عام 2003 رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة وهيئة النزاهة لاسترداد الأموال العراقية المسروقة إلى خزينة الدولة فإن الفساد يبقى من أكبر التحديات التي تواجه العراق والذي لم تنجح الحكومات المتعاقبة منذ عقدين في الحد منه ميثم الشباني الحرة الديوانية لا يوجد فحارب الفساد فحاربت الفساد تغيير الدولة الداخليا وخارجيا من العموك الدولة هيكلها كلها يتغير يلا يتغير الفساد نأمل أن تكون هذه الحكومة تقضي على الفاسدين بكل ما لديها من قوة فساد مستشري وكل الأمور التي تردعها ما موجودة يعني ما جاي نحس بها في هذا شيء بالموس إجراءات التي قاعدت تتغذها الحكومة يعني بصدد الفساد والمفسدين أنا أشوفها إجراءات خجولة وغير جدية يعني حقيقة يعني ما أشوف إجراءات صحيحة الفساد اللي يصير إجراءات الدولة ضد الفساد والفاسدين هي الفساد وين هو بالدولة الفساد